وفي الدمام السعودية فضل أحد المطاعم أن يشارك في اليوم العالمي للغذاء واليوم العالمي لمكافحة الفقر ولكن على طريقته وبطريقة عملية جدا فالمطعم يغرم زبائنه إذا طلبوا وجبات غذائية تفوق حاجتهم من الطعام بهدف منع الإسراف في الأكل في حين تشتاح المجاعات دولا مختلفة زلف صفير والتفاصيل في حاويات قمامة المطاعم كم مرة رميت أطعمة طلبها المستهلك ففاضت عنه ولم يأكلها وفي المقابل كم من فم أو معيدة خاوية اجتهت غذاء لتصد به جوعها المزمنة ولكن لم تجد كميات هائلة من الأطعمة تستوعبها سلة النفايات يوميا بدلا من أن تستوعبها البطون الخاوية في مطعم الدمام في السعودية قد تفاجأ عندما تفرض عليك غرامة لأنك لم تكمل وجبتك استغربت يعني جاي أدبع الحساب يقول عليك غرامة لأننا سينا أكل زيادة أو زيادة كان طالبنا أطلب زيادة يعني يقول ما أكلت لك اللي طلبتوه كامل يعني خلاني أدبع غرامة ما يرمى من الأطعمة يمكنه أن يسد جوع مئات الألاف من الأشخاص لذا حولت إدارة المطعم الغرامات إلى جمعيات خيرية في الصومال وغيرها من الدول الفقيرة الفكرة بدت فعليا يعني لما جام وضع الصومال بالذات تغربا مع وسط رمضان أو بداية رمضان فبدت الفكرة عندي تتطور يعني أننا قاعدة نشوف الفرد بين الإصراف والتبذير في العزائم اللي تكون عندنا كل مناسبات وكي صاحب مضعمنا بالإضافة إلى وضع الصومال والمجعات اللي موجودة إصراف وتبذير في الأكل يصل إلى حد التخمة في حين أن نحو مليار شخص على الكرة الأرضية لا يحصلون على ما يكفيهم من الغذاء يوميا الفكرة لا قط استحسانا بل إقبال الكثيرين عليها فدفع هذه المبالغ يغير في سلوكيات المستهلك لجهة الحد من التبذير هذه عينة صغيرة من غذاء يرمى هدرا في كل مكان ناهيك عن فائد الأطعمة التي تبقى من حفلات الزفاف وموائد الأثرياء ويكون مصيرها سلة المهملات فيما ينتظر الآلاف حول العالم من يمد يد العون لينقذ أرواحا أضناها الجوع